هذا صندوق الأسود هذا صندوق الأسود هذا كل شي خطر بترم الفترات أنت هواي صيحتي على قضية إقارات الدولة بس هذا الملف محسين هم منظامه هذا ملف البو سنك تقرب علي أنا قدمت ممكن فوق ثلاثة إلى أربع تواقيع انطيتها الرئيس مجلسهم ليفتح فقط لجنة تحقيقية كوش ما نريد عمي لجنة تحقيقية نريد أن نعرف حقارات نوان راحت أي قبل أيام اسمعت أكوه الأمر ديواني رقم 50 صادر بوقت الكاظم لا لا استغفره بوقت حيدر العبادي حيدر العبادي قبل أربع سنين خلنحسب أربع سنين أي العبادي يعني سنتيان ونص أربع على خمسة أعتقد العبادي شكلت لجنة بمنظفين من النزاع وديوان الرقاب المالي تقريبا ثمان تسع موظفين اللي داموا منها واللي عقفوا على الملف ثلاثة والباقيين الهزموا لأن يعرفوا ما يكون نتيجة هذا الملف أريد سويلي بحلقة كاملة بعد ما يجهز جوا إيدي أحصوا كل شبر تمتلك الدولة بالعراق ووجدوا أدد العقارات اللي تمتلكها الدولة خمسة وخمسين ألف عقار بكل العراق بكل العراق مملوكة ويل للدولة غير اللي راحت هذه بعده صافية مصفية مو اللي اللي باقت وتحولت الماقت يسمعوني عقارات الدولة حيجي يوم نجيبكم وطلعونا البيانات اللي كان كل ما ندز عليه خطعونا يدزونا بيانات غير حقيقية أكل متر بعباً بألف ومحسين أقول شنو شنو متر عمي زين المتر يروح يختصبه ويقعد بيه زين ويدفع عجر المثل فت شهر شهرين ويشتريه بترابي شانا ما أدري زين هذا الملف طلع بالإعلام أستاذ نجم رأساً انسحب من ديوانه رقابة المالية وراح لجهة أخرى حسا أنا أحددت هذه الجهة اللي نحال له أردبو عش حسوي دا الراقب لذلك أنا قبل يومين بلغت بأن هذا الملف يجب أن يطلع عليه رأي العام العراقي لأن إذا تنباق هذه العقارات بعد ما تقوم النقائم الملف يمن ملف عقارات الدولة يمنوا مفترض عقارات الدولة هذا موظفي سووا جرد اشتغلوا أربع سنين سووا جرد بكل شبر بالعراق الملف يمن وزارة المالية عقارات الدولة هاي اللي باسم وزارة المالية هاي اللي باسم وزارة المالية الملف هسه موجود هذا الملف أتمنى أن يسلط عليه رأي العام العراقي أن وين يروح لازم يتابع من الإعلام حتى لا ينخطف حتى لا ينباد 55 أنا مسؤولة عن كلامي ومستعدة خلال أيام أنطيك نسخة من 55 ألف عقار من الذي يتصدى أو يمنع ظهور حقيقة ملف أو فساد ملف إقارات الدولة هذا صندوق الأسود هذا صندوق الأسود هذا كل شخطر أبداً ما يمين طول مجال نفتحه ليش لأن يعني ما ناتها الكتب شاركة بالبوغل هي يا بوغل ما شاركوا بيها كلهم زين يا بوغل لي ما شاركوا بيها كلهم زين وجعت قلوب أي مؤلم